انا هو انا هو حلق دقنو معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو The Batman The Batman هو المحاولة رقم اربعة تلاتة مش عارف تلاتة اربعة خمسة كده لاعادة احياء سلسلة من الافلام قائمة على شخصية باتمان وده مهم نفهمه بخصوص الفيلم ده انه هو المفروض انه هو بداية سلسلة ولكنه خارج عالم دي سي الممتد ففي عالم دي سي الممتد حيبقى فيه شخصية باتمان يمكن بين قفلك يفضل يلعبها بعد ما سمعنا انباء عن انه هو راجع يجسد الشخصية في الفيلم الجديد بتاع The Flash ولكن على جانب موازي فيه سلسلة اخرى لو نجحت وسط مرت يمكن نشوف روبرت باتنسن في دور باتمان فيها لفترة طويلة الفيلم مليان حواديت ومليان معلومات ومليان حاجات حواليه متيرة جدا للاهتمام وتدعو جدا للتفاؤل منها فريق البطولة اللي فيه روبرت باتنسن واللي فيه زوي كرافتس واللي فيه كولين فارل واللي فيه بول دينو واللي فيه جيفري رايت واللي فيه أندي سيركس مليان ومخرج الفيلم مات ريفز اللي انا شخصيا بحترمه جدا وبحبه جدا وواقع أنه هو بيتناول حقبة في حياة باتمان ما شفناهاش قبل كده وهي السنة التانية من محربته للجريمة ومات ريفز قال أن تركزها الأكبر حيبقى الجانب بتاع المحقق في باتمان يمكن الحاجة الوحيدة بس اللي تقلق الواحد شوية هي كاتب السيناريو اللي هو ماتسون طوملين اللي تعرفنا عليه الأسبوع ده من خلال فيلم بروشيك باور والحقيقة ما كانتش معرفة خير قوي بس محدش عارف ممكن يكون كاتب سيناريو كويس جدا وجانبه التوفيق في مشروع ما كانش عنده القوة الكافية في أنه هو يفرض أفكاره أو على الأقل أنا حابة بصدق ده المهم أن التيزر الأولى للفيلم تم إصدارها مبارح من خلال حدث كبير قوي حصل أونلاين كان اسمه دي سي فاندم كان مليان أخبار وإنترفيوز وتريلرز من أفلام دي سي قادمة ومش عارف الحقيقة لو حيكون عندنا فرصة نحن نعمل رياكشن لحاجات تانية طلعت من الدي سي فاندم يمكن آه يمكن لا بس المهمة بالنسبة لنا دلوقتي هي التريلر بتاعة الفيلم اللي كالعادة ما شفناش ولا مرة هنشوفها مع بعض دلوقتي لأول مرة فيلا بينا من فيلسك بخير من إشرا رحالي من أخزان من فيلسك منطقة من المرين من المرين من المرين من المرين من المرين لنحن نعيب المرين من في مرض قنع موسيقى 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 المترجم للقناة ما الذي يجب أن تكون؟ أميزة هذا المخطران هل أنت جميعاً من هذا أيضاً؟ هل أنت جميعاً من هذا؟ سترى حلوة حلوة قوي وعجبتني جداً تيزر يا جماعة أنا عمري في حياتي ما تصورت أن التيزر ممكن يطلع منها أكتر من كده على الإطلاق ومع ذلك في حاجات كتير قوي ممكن نقرها من اللي موجود فيها منها أنها آه ميالة أكتر للجانب بتاع المحقق وفعلاً في عالم باتمان في الأفلام بتاعته أكتر شخصية في الدنيا ممكن يطلع فيها تفاصيل سينمائية حلوة لو حتخدها من المنظور بتاع المحقق هو دا ريدلر ومن الواضح أن دا ريدلر الأساسي سيبك بقى من موضوع The Penguin وين موضوع معرفش مين كارماين فالكون الحاجات دي كلها موضوع نعطي بحاجات على جنب مش هي الأساس الفكرة مش فكرة تجميعة فيلونز لأن أنا من الناس اللي كانت خايفة من دا لا الدنيا فيها ريدلر قوي في عالمة استفام في التاريخ بتاع الإصدار فيها الكلام دا كله حاجة تانية عجباني فكرة أن احنا بنتكلم على السنة التانية من محاربة الجريمة بتاع باتمان وحنشوف الدنيا وهي بتتبني زي ما بيقولوا كده حنشوف العربية وهي بتتكون لسه ما خدتش الشكل المرعب البدلة ممكن يكون فيها وفي مشهد لو أنا خدت بالي صح تحس أن بروس وين شخصيا بيجرب في البدلة ما يعرفش إذا كانت تشتغل كويس ولا يمكن يكون قريقة صحة يمكن يكون قريقة غلط مش متأكد من الكلام دا كله الأجواء العامة ممكن تكون مظلمة وده اللي الدي سي فانس بيحبوه وأنا شخصيا ما عنديش معان مشكلة لو تم توظيفه كويس من جوه أحداث الفيلم حاجات كتيرة قوي مستنيين نشوفها زي ظهور شخصيات معينة جيفري ريت اللي هو أنا السفير بتاعي أنا في غوليود موجود وحيعمل جوردن وإن شاء الله خير يعني وبتاع فعرفش إيه لا حلوة أنا مبسوط بحاجات كتيرة جدا فيها الحقيقة أولا وقابل أي حاجة الـ color theme بتاعت التريلر وبتاعت الفيلم اللي تم إصدارها حتى قبل ما التيزر تنزل حلوة قوي فكرة الدرجة دي من الأحمر اللي ممكن تكون شوية حوالين الـ edges بتاعتها والخلفية دايما سودة الدنيا بسيطة الدنيا minimalist قوي زي ما بيقولوا ومعبرة جدا على الأجواء اللي احنا داخلين فيها ده شي عاجبني جدا مش عارف بالظبط دي النسخة الأولانية الدرافت الأولاني من باتمان قبل البدلة ولا دا دا ريدلر تالي دا دا ريدلر دا بداية الجرائم يعني أنا أظن إن دا دا ريدلر وأنا معرفش هو بيرتكب الجريمة دي تجاه مين الناس بقى اللي عارفها comic books أكتر مني ممكن تفيدنا في الحتة دي ولو دا بول دينو أنا عايز أشوف بول دينو في الفيلم يا جماعة مش عاوزه يفضل في النهاية الشخصية الغندا اللي ما بتظهرش لا مزيد من الأكاذيب أكاذيب مين؟ أكاذيب المدينة؟ أكاذيب القانون؟ أكاذيب بروس وين اللي عمل شخصية باتمان؟ أكاذيب مين يا عم؟ دا بيتنفس داعيش جوابات وألغاز وبيوت شعر وشغلة من بتاع دا ريدلر اللي على ابوه يعني أكاذيب أنا بحاول أقرى شوية في السطور بتاعة الجريدة دي دا من الواضح إنه هو شخصية سياسية دا مير؟ آآ دا ممكن يكون العوم دا ايه العوم دا؟ العوم دا هو اللي عمل فيه دا كله نوضح إنه هو شايل ضده نوع من أنواع الضغينة وبتاعه شلوحه يعني وبعدين الغاز علامات وبتاع ما عرفش مين الجانب التحقيقي بتاع الشخصية بتاع الفيلم أنا مبسوط قوي ومتفائل جدا بالموضوع دا أنا مع تريل الرياكشن يا جماعة وزمانها محدود وبتاعه وأنا ما قعدتش أفسص في الكلام دا أكتر من اللازم فاخدوه على حاله بقى معلش تو دا باتمان السراع مباشر جوردون بيكلم باتمان بشكل مباشر كحد بيتعاون معاه نطينا الجزء بتاع علامة الاستفهام حوالين ما إذا كان فيجيلانتي مرحب بيه ولا لأ وده شيء عجبني برضو البعد شوي عن المهروسات مين ده دا المير الجديد المستهدف بقى تعرفوا يا جماعة فيلم زمان كان بتاع براندن لي ابن بروس لي كان اسمه دا كرو فيلم كويس مش حلو قوي بس كويس ومات فيه من الأساطير العظيمة جدا المهم يعني كل ما بشوف الصورة دي لأن أنا شفتها في محوقات تانية كتير وكلام زي ده قبل ما شوف التريلر بتفكرني بيه جدا ده صوت أندي سوركس ده ألفرد وده أعتقد أنها المسودة الأولى من البات كيف وده شيء عجبني زي ما بقول من النصر العجباني جدا نحن هنشوف الدنيا وهي بتتبني من أولها على فكرة أنا من الناس اللي ما شككتش اللحظة في قدرة روبرت باتنسن على أنه يقدم لنا باتمان كويس وده لسببين السبب الأول أن أنا عارف كويس جدا أن روبرت باتنسن حقيقي ممثل كويس بعيدا عن الهابل بتاع تويلايت والكلام ده كله وثانيا لأن طريقة التناول السينمائي بتاعت شخصية باتمان أصلا بتخليها مش صعبة الصراع بتاعه تقريبا محفوظ والاعتبارات الحركة والأكشن في المنتج السينمائي بيقضي وقت أطول ورا الماسك فيعني أنت محتاج تبقى ممثل تعبان الحقيقة مش بس متوسط عشان تدينا باتمان مش كويس ده اقتحم الجنازة بتاعت الراجل كمان أنا كل ده بنيت بقى اعتبار على أن ده العمدة والعمدة تم اغتياله على إيد ريدلر وبعد كده بيكمل العملية الإرهابية بتاعته وبيكمل إرسال الألغاز بتاعته لاستهدافه موجة أكبر من الجرائم طبعا الموضوع دهات ممكن يتفقع مصمار من أساسه بأن ده لا يطلع العمدة ولا حاجة يطلع مثلا وين الكبير ولا حاجة بالطريقة دي والدنيا كلها تولع مني أنا ما عارفش بس أنا بحب بصراحة لما فتي الفاتية أخدها لأخيرة كات وومن زوي كرافتس أنا بحب زوي كرافتس ما نجيش معها مشاكل وبرضو هناخد العنصر بتاع القطة فيها من الأول خالص مين ده يا جماعة؟ احنا مستنين مين في الفيلم؟ مستحيل يكون كولين فيرل بكل تأكيد أنا مش عارف ده مين تأثر بصري تاني من فيلم ده كرو ومش عارف ممكن أكون أنا بس اللي شايف الموضوع ده يعني الصوت اللي ورا بيقول اعتقد ان ده دريدلر برضو بيلقح على العمدة برضو إخلاص أكبر وأكبر للكولر ثيم الأحمر والأسود مكيدا لده باتمان في اسم البوليس حاجة على جوكر كده مين ده يا جماعة؟ ده كرماين فالكون؟ مش قالوا اللي حيعملوا جون ترتورو مش شكله مش كده خالص يعني أنا مستغرب الحقيقة لو حد عنده معلومة ياريت يقولها في الكومنس لو حد عنده نظرية ياريت يقولها في الكومنس مواجهة الخفاش والقطة تفجير لده باتمان في جنازة قطع بن الواضح ان فيه قنبلة الراجل ده بيفرقع يا نهاري سود الراجل اللي كان نزل بالموبايل ده بيفرقع بعد مبروث وين بيخلي الجنازة لان العربية موجودة قدام على اليمين اهي ما هو ثمن عينك اللي ما بتشوفش او عينك العمياء او حاجة بالطريقة دي تفصيلة زريفة المسك ده مسك بلدي قوي لان الجوجلز ما هيش جوجلز الحقيقة هي نظارة نظارة طبية عادية يعني تفصيلة جندة الاكشن بتاع المشهد ده حلو قوي وبيبين الطبيعة القصية بتاعت باتمان هو مش داخل ينوترالايز الانمي وخلاص لا ده بيعجنه انا الانتقام انتقام لمين يا بوبات زي ما بقولكم كده بروتوتيب كده تحسوا انه رقم ثلاثة او رقم اربعة من العربية حاجة في اولها يعني دي الحتة بتاع تجربة الرصاصة اللي كنت بقولكم عليها وجامدة جدا انا عملت بوز في لحظة عظيمة يا رباه مين ده؟ لأ انا شاري يا دي سي شاري اوي كمان بصوا بصوا حتى ورا في الخلفية التفاصيل بتاعة العلامة ما هيش بيرفكت ما هيش حاجة كمبيوتر جرافيكس معرفش مين فيها شغل خياطة فيها شغل مصمرة فيها شغل كباسين حلوة اوي حلوة اوي اموت انا في التفاصيل دي في الجزء الاخير من التريلر فيه صوت بيقول باتمان يور بارتوف ديس تو انت كمان جزء من ده وباتمان بيسأله ازاي انا جزء من ده ودريدلر بيرد عليه بيقول له حتشوف دي انا مكنتش سمعها كويس يا جماعة يعني ما سمعتش هو بيقول له عدتها كذا مرة ما سمعتاش فروحت على موقع لشان اشوف بيقول ايه واكتشفت حاجتين تلاتة منهم ان فيه تقريبا اتفاق على ان الضحية بتاع الجريمة والجنزة والكلام ده هو فعلا مير ميتشل والنقطة التانية اللي انا عملا اسأل عليه ده هو تشكله فعلا وان هو ده ده بينجوين غريبة اوي شكله مش شبهه خالص تأكيد كبير جدا على ان ده فيلم ذا ريدلر اعتقد خدا احنا قلنا كل التفاصيل اللي في الدنيا ما فيش حاجة تضاف موعد عرض الفيلم هو اكتوبر 2021 يعني ان شاء الله لسه هيكون فيه تريلر تانية وتريلر تالتة وتريلر رابعة ودي طبيعة الصناعة انا ما بحبش كده بصراحة انا هحب التيزر وتريلر وتريلر تانية وخلصنا بس مش ده اللي بيحصل بس مش مهم نستمتع ونلعب يعني الحاجة الوحيدة اللي اتمناها بس ان بول دينو في الفيلم ده يكون موجود كبول دينو مش مجرد واحد ورا ماسك وعملين ان حربه طول الفيلم عشان نكشف عن شخصيته والامور دي وخلاص عاوزوا يلمع قوي لانه ممثل جامد قوي عاوزوا يكون موجود في الفيلم عاوزوا ياخد مساحة شابه بتاعت هيت لتجر مثلا في دارك نايت وحاجات بالطريقة دي اتمنى ما ده يحصل واعتقد ان ده حيحصل لانك صعب قوي تجيب ممثل زي ده وتخبيه ورا الماسك طول الفيلم نسبة ترقب اللي فيلم هي عشرة من عشرة بكل تأكيد التحفز الوحيد اللي عندي على كاتب السيناريو ولكن اعيد واؤكد على اني عندي ثقة كبيرة في مات ريفز انه يعرف يطلع منه شغلي كويس لو هو فعلا كاتب سيناريو كويس دي النظرياتي وملاحظاتي ونسبة ترقبي وكل الحاجات دي الاهم منهم هم رأيكم انتو طبعا والاضافات اللي ممكن تثروا بيها الموضوع في القومنز فياريت تعملوا ده على طول الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تجد لكم الحلقات اول باول تباوني على فيزموك تويتر ونيمو بوديو وباي باي